انت شايف انه فتوح مفروض نادي الزمالك ياخد قرار باستمراره مع الفريق وتجديد التعاقد بالاتفاق بين الاتنين ده انا كده فهمت صح؟ ده وجهة نظر الشخصية ده فتوح فتوح لعيب دولي مهم جدا لنادي الزمالك قولا واحدا صح قولا واحدا وانت مش كل يوم طب انا هسألك سؤال تاني برضه سؤال مهم جدا في الحيطة دي نادي الزمالك فتوح مشي مش هجيب باكلفت؟ هجيب باكلفت؟ برقم كبير طب طب الرقم كبير ده ما ينفعش بدل ما اروح انا ادور على حد ييجي جديد الله اعلم ينجح معي ولا ما ينجحش طب انا عند ابني اللي مربيه جوايا مربيه ببيتي غلط وغلط كبير وهو حاسس بغلط وعارف بغلطه طب ايه لي خلينا اروح ادفع في حد غريب وانا اعرف طيب رأيك ده ينطبق ايضا على محمد الصبح ومشطفى الزنداري ولا دول موقف مختلف انا ما عدتش ولا قعدة لما مع محمد صبحي ولا مع محمد صبحي لا انا اقصد بشكل عام انت شايف انه لو في حصل عفو من مجلس اداري بعد ثلاثة بعد ثلاثة طبعا بعد ثلاثة اه اصلا انا وبرده انا مش صاحب قرار انا بقول رأي وجهات نظر الشخصية انا هنا بنقول وجهات نظرنا اه انا محدش فينا هيبقى لان انا اخد بالك فاي قاعدة حصلت قبل كده بيني وبين فتوح وبين الناس انا بقول رأي بابا قعد ده نادي الزمالك فيه اوقات حبيبي ده نادي الزمالك ستوب لا فيه وقفة ده دوري انما فكرة بقى ان النادي يدفع كذا ولا انت فتوح عايز كذا ولا مش بتاعتي لانا اللي هقبط ولانا اللي هقبط لانا اللي هقبط فانت شايف انه كمان يحصل عفو المصطفى الزناري ومحمد صدر ده مدام انه هتعفو مدام انه هتعفو انما ده انما ده ما يخلنيش اقول ايه هل نيجي بقى لنقطة تانية في الحتة دي هل نادي الزمالك في حاجة للزناري دي كصة تانية بص احتاجك الفني على اساس البيع او تاعب بس دي مفهومة جد طيب